السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الحركة الفلكية المفصلة لليوم الأحد 30 نيسان أبريل طبعا ذكرنا في حلقة يوم الأمس اللي هي السبت إنه القمر موجود في برج الأسد وبدينتقل في ساعات المساء لبرج العذرة وإحنا طبعا موعد بث الحلقة هو مساء يوم السبت فعشان هيك رح نحكي عن خلو المسار القمر اليوم رح يكون من الآن موعد بث الحلقة في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 34 دقيقة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر رح يكون في مرحلة خلوه مسار اللي هو موعد بث الحلقة اللي هو الساعة 2 بتوقيت جرينيتش طبعا خلوه المسار مستمر لغاية الساعة 6.58 دقيقة من مساء اليوم السبت بتوقيت جرينيتش بعدها بده ينتقل القمر ويصير بالعذراء طبعا إحنا رح نذكر الانتقال ما رح نذكر أنه لسه بالعذراء وبعدين هاد ولكن هي تلميح أنه لسه إحنا في فترة خلوه مسار مستمرة لغاية السبعة تقريبا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة اللي هي أول ساعات من بث الحلقة هاي تقريبا خمس ساعات هي فترة خلوه مسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار إجمالا نساعة 7 بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم السبت بده ينتقل القمر ويصير في برج العذراء عشان هيك طيلة يوم الأحد القمر في العذراء فعشان هيك منكون منعود لطبيعتنا الجادة منتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها بنجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام بنشعر أنه الناس شحيحون في عطاهم مديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالدخين شرب الكحول المهدئات وبوسعنا أيضا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين المريخ وبين أورانوس طبعا هاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم سبعة خمسة وذكرناها في الأيام الماضية فمنحكي بشكل مختصر التأثير علينا إحنا كأشخاص نكتسب الشجاعة اللازمة لها اتخاذ قرار حاسم في حياتنا هاي الزاوية بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة هي بتأثر بشكل عام على الأمور اللي إلها علاقة بالخطوط الجوية والجيوش والحركة العسكرية بشكل إيجابي تعطي شوية أرباح ولكن تراجع عطارد يخرب شوية اللي هي بيعمل عملية المخادعة يعني المريخ تعطيك اندفاع ولكن عطارد بتوهك فما بيخليك تركز بشكل جيد فسهل جدا إنه ينتصب عليك بالفترة هاي إذا ما ركزت أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهي بتدعم الكلام اللي هي المخادعة والغش والنصب والإحتيال والكذب حتى على المستوى الترويجي أو ترويج السلع أو ترويج المنتجات أو توهيم كنه الاقتصاد جيد والأمور يعد بتنهار زاوية التربيع هاي اللي بين المريخ وبين المشتري رح تستمر لغاية يوم 13-6 هاي الزاوية بتحقق لدى البعض تقدم ولكن هذا التقدم بيكون على حساب الآخرين يعني استغلال الأطراف والمعلومات والعلم والثقافة وبطلعوا على كتابهم بأخذوا المعلومة منهم وبتصدروا أمي فعشان هيك بتكون تنتبهوا من هاي النقطة هاي الزاوية برضو بتأثر على المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية اللي بتعرضها لبعض الاضطرابات بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة الميزانية أكبر لشؤون العسكرية وهاي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا بتتعرض لعراقيل بالفترة هاي وما بتم التوصل لأي اتفاق هاي الفترة ممكن يعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين ويلقى تأييد شعب كبير ولكن هذا الشخص بيكون محتال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتون وهاي تأثيراتها ليوم 11-5 طبعا هاي زاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفنا وعادة الزواية الخطيرة اللي زي هيك بزيد فيها التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال طبعا هي بتسبب نوع من أنواع الإرباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية بتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحول والمخدرات والأدوية المهدئة والمنشطات والأمور اللي لها علاقة بالأمور اللي هي الأمور النفسية حتى الإضطراب النفسي والقلق والأرق والخوف والأمور هاي والوسواس حتى الوسواس العاطفي بظهر بهاي الفترة طبعا هاي الفترة غير جيدة لأي شيء له علاقة بالمجال الفني خصوصا الموسيقى والتمثيل مصرح الأمور هاي لا تصلح فيها نهائيا وهاي برضو بتعطل الأمور اللي إلها علاقة بعملية التجميل الجراحي مع تراجع طارد يعني كملت الموضوع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية راح تكون بين الزهرة وبين المشتري وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 12-5 طبعا هاي بتعطي إيجابية ولكن التزديس وفي زاوية تربيع وتراجع طارد فأضعفتها لدرجة إنه ما بتعطينا القوة اللي نعتمد عليها بشكل كامل هاي زاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا شيء بسهل عملية التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبرضو بتسهل من عملية إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل برضو بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات إذا تصلها بهذه القدرات مثل الفن والديكور والتجميل والأمور هاي ولكن بتكن تنتبهوا إنه زوايا الأخرى ممكن إنها تعطل برضو بتمنحنا الرغبة في الرفاهية بتجلبنا البهجة ممكن نحقق بعض النجاح بمشاريع شخصية وهذا الوقت برضو جيد لا أمور إلها علاقة بالارتباط ولكن العصبية والحدية ممكن تعطل هاي الأمور بالتواصل مع الأحبة طبعا هي بتعمل بعض التوازن على المستوى المالي ولكن مش بهالقوة الكبيرة يعني في زوايا بتعمل عملية إنحدار بالمستوى المالي هاي الزاوية شوي ممكن تبطئ العملية أو تعطي من وقت لآخر هيك زي نفس أمل وبعدين بترجع الأمور يعني بقوة التأثيرات الأخرى بترجع بتنهار فعشان هيك كثير من الأشخاص بقولك خلينا نغامر ماليا بالفترة هاي اللي بيشتغلوا بالبورصة أو بالأسهم فجأة بتلاقيه اشترى الشغلة فجأة بتلاقيه الأمور يعني اختلفت تماما وهو اللي بكون معرض للفشل فيها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها ليوم ثلاثة خمسة طبعا بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية وبتمنح للقدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب وهذا الشيء بينعكس أو يعني بساعدنا في النجاح وبرضه بتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن أن نحقق النجاح في العمل وعلاقات جيدة بتكون مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع بين المشتر وبين بلوتو وهي وأنها من الزوايا الخطيرة اللي تأثيراتها رح تستمر لمدة شهرين طبعا هاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 22-6 هاي بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي والاجتماعي وعلينا مراقب التصرفاتنا ونفقاتنا وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير وقولنا أنها هي بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن أنها تضر بخزينة البلاد أو يغع اضطراب في القطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وبتتراجع مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه لا بد من وقوع أزمة على المستوى العقائدي بالخصوص إذا يعني ممكن أنها تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية أو تقع تفجيرات أو حرائق من طرف أيدي خفية تهدف لزعزعة استقرار البلاد أو يتم اغتيال شخصية هم أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع بعض الحوادث الطبيعية كالحرائق لحرائق الغابات مثلا أو الزلازل وخصوصا في الدول اللي ابتقى على خط الزلازل أو تجدد نشاط بعض البركين أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل طبعا يوم أمس إحنا ذكرنا عن زاوية التقابل السلبية اللي بين القمر وبين زحل بقولنا أنه هاي الزاوية بدأت تأثيراتها أو هي ذروتها الساعة خمسة وواحد واربعين دقيقة من صباح اليوم الأحد ولكن تأثيراتها بدأت من ظهر يوم السبت يعني بلشت تأثيراتها علينا ورح تستمر تأثيراتها لغاية ساعات منتصف الليل اللي هي الأحد على الاثنين فاليوم طيلت اليوم هاي الزاوية متشكلة من واجه مصاعب وعرقيلة بتطلب مننا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وإلا نعتمد على الحضوض بيفتقرت بعض الشجاعة لازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة نكون متقلبين وغير راضين في كثير من الأمور عندنا كثير من النقد والعنادة والميل للكآبة برضو بالدل على استياء الرأي العام من وضعية الشيوخ أو المتقاعدين أو المرأة خصوصا وخصوصا في العالم القروي أو من تعسفات رجال الأمن والسلطات الأمنية وتراجع مردودية مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والطرابات في البورصة والأسهم والأمور الأخرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين القمر وبين الشمس وبرضو هاي ذكرناها يوم أمس ولكنها اليوم ذروتها هاي الزاوية طبعا ذروتها ساعة ثنتين وثمانية وخمسين دقيقة عصرا من عصر اليوم الأحد ولكن بدأت تأثيراتها من ظهر يوم السب ورح تستمر حتى مساء يوم الاثنين يعني قيلت اليوم تأثيراتها موجودة هاي الزاوية بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنطلق المساندي والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبرضو بتساعدنا في التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بتدل على حسن حال الشعب والرأي العام من الحكومة أو الملك أو الرئيس وتوفر جو من السلام والاستقرار في البلاد وازديد منتوج بعض الصناعات خصوصا الغذائية منها واللي اهتمام أكثر بشؤون المرأة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي ذروتها ساعة سبعة وأربع دقائق من مساء اليوم الأحد يعني بتستمر تأثيراتها من ساعات الصباح الباكر أي قبل الفجر وتستمر تأثيراتها حتى صباح يوم الاثنين بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها برضو بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءة للأمور التجارية وبصير في عنا ثقة عالية بالنفس وبرضو ممكن تتألق بفضل سهولة تعبيرك ولكن عندك تنتبه أن عطارد بتتراجع فممكن العصبية تعطل عليك بتدل على حركة السكان المتزايدة في هذا اليوم ونشاط في المواصلات وخصوصا الداخلية منها كما أنها بتركز وسائل الإعلام على دور المرأة في المجتمع وكذلك مواضيع إلها علاقة بالشباب وحوارات أو نقاشات أو حلول لمشاكل إلها علاقة بالتربية والتعليم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون ذروتها الساعة سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة من صباح يوم الاثنين ولكن ليش بنذكرها اليوم لأنها بتبدأ تأثيراتها من ساعات تقريبا والعصر يوم الأحد يعني من ساعات العصر من اليوم لأحد بتبدأ تأثيراتها وبتستمر حتى مساء يوم الاثنين فعشان هيك هاي الزاوية لازم أذكرها لأنه من ساعات العصر بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما برضو الميل لكل ما هو مدهش وغريب بتدل على استحسان الرأي العام والشعب لما يلاقيه من حرية في التعبير واحترام للحريات وخصوصا حرية المرأة وبيشهد هذا اليوم نشاط في حركة الخطوط الجوية وزيادة مردودية الصناعات الدقيقة والقطاعات الخاصة شو بنفهم من هاي الزوايا؟ بنفهم انه الاجواء بالظل متقلبة تقريبا من الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح بيكون في تقلب ما بين ايجابية ما بين سلبية ما بين عصبية ما بين حدية ما بين بعض الفرص او بعض التلميحات لامور ممكن ان نتممها ولكن غلبة الزوايا السعيدة اللي رح تبدأ من ساعات الصباح فهاي ذروتها بتبلش من ساعات الظهر اذا من ساعات الظهر وما بعد من اليوم الاحد هي فترة سعيدة جدا لازم تستغلوها بشكل جيد لكل الاعمال المهمة او لكل القرارات المهمة او لكل الافكار المهمة اللي انتو بدكوا اياها طبعا هاي الزوايا اللي زي هيك دائما تأثرت اللي شقولنا انه لمساء يوم الاثنين معناته هاي رح تستمر معنا من ظهر يوم الاحد ورح تستمر لغاية يعني نقول فترة عصر او ظهر يوم الاثنين في توقعات يوم الاثنين منكون حددنا بالضبط الفترة الايجابية القوية اللي ممكن نستغلها ولكن اجمالا لغاية ساعات ظهر يوم الاثنين الاجواء يعني من ظهر يوم الاحد لظهر يوم الاثنين يعتبر يوم من ايام السعد اللي فيه كثير من الايجابيات بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا البنكرياس الامعاء الدقيقة الاعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم اجهزة الاحساس والعيون والاذنين هذولا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الاضافية خلال هذا اليوم طبعا عملية التجميل اللي بتتعلق بالعيون ابعدوا عنها تماما يعني انه لا تصلح خلال هذا اليوم وايضا امور الاشخاص اللي بدهم يعملوا ربط معدة او قص معدة او اي امور لها علاقة بالمعدة او التكميم هذولا بدهم ينتبهوا من الاعراض الجانبية اللي ما بعد العملية فبدهم يلتزموا بكل التعليمات عمليات كبرى او صغرى اليوم ما فيه اي مشاكل اجراها الاجواء جيدة ما فيه اي مشاكل لهذه الامور ولكن بالمقابل بدكم تنتبهوا انه الاعضاء اللي ذكرناها تبعدوا عنها تماما بالنسبة لهذا اليوم طبعا للعمليات التجميلية بنرجع منعيد ومنزيد على هذا الموضوع انا مش بقولكم ما تعملوا عملية تجميل انا ما بنصح فيها يعني ما بنصح بهاي الفترة مثلا اليوم هذ من ساعة ما بعد الظهر يعني من الظهر وما بعد ممتاز جدا لعمليات التجميل الا العيون جيد ولكن الجراحة لانها بتطلب تركيز او الامور التجميلية اللي بتطلب تركيز والخطأ فيها ممكن يعمل تشوه يعني زي اللي بدهم يعملوا تكبير شفاه مثلا او عملية الانف او عملية اللي لها علاقة بتجميل باماكن مثلا تطلب دقة بالعمل هذولا انا ما بنصح صحيح انه ممكن تنجح العملية ولكن نسبة الخطأ يعني ممكن تكون انت واحد من هاي النسبة فعشان هيك بأجل الموضوع الانتهاء تراجع وطارد بيكون افضل ولكن عمليات التجميل مثل البشرة والتجاعيد والخطوط هاي اللي بالوجه والشغلات اللي زي هيك ما فيه اي مشكلة هاي تنعمل بالنسبة للشعر الزائد طبعا اللي بيعانوا من الشعر الكثيف وبدهم يشيلوا الشعر عشان يبطقوا عملية النمو هذول اللي بنقولهم لا تصلوا حي الفترة اللي زالت الشعر الزائد الاشخاص اللي عندهم تتساقط شعر او عندهم مشاكل بالشعر وبدهم يقص الشعر عشان تكثيفه او علاجه او اخذ علاجات لاله هذا اليوم برضو مناسب لهذا الموضوع يعني مناسب لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ويصلح ايضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج العذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم واحد خمسة طبعا بيبدأ خلو المسار الساعة 11 و 52 دقيقة من مساء يوم الاثنين عند منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدب عمره 10 ايام فيه تمام ساعة 11 و 20 دقيقة صباحا اي ما قبل الظهر بصير 11 يوم نسبة الاضاءة بتصير 78% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21 خمسة سعيد بنسبة 60% القمر في العذراء حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة إلى 45% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 60% عطارة في الثورة بيتراجع حتى يوم 15 خمسة منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات منتصف هاي الليلة اللي هي السبت على الأحد يعني طيلة يوم الأحد رح يكون منتحس بنسبة 50% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 خمسة سعيد اليوم بنسبة 20% المريخ في السرطان حتى يوم 21 خمسة هو الآن منتحس بنسبة 5% في ساعات الصباح يعني شوية بترتفع نسبة السعادة لعشرة في المية فقط المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة بعدهم ديبدأ عملية التراجع سعيد الآن بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% طبعا ديبدأ عملية التراجع يوم 17 ستة أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية بعدهم ديبدأ عملية التراجع ولكنه اليوم سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% في 36 بيبدأ عملية التراجع بلوتو في الدلو حتى يوم 34 يعني يوم 1 خمسة بيبدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% هذا اليوم إذا عجبكم هذا المحتوى يعني أو هذا أي طريقة أو هاي الحلقة إنه ما تبخلوا علينا لايك ديسلايك كومنت شير اللي بتكون ياه يعني عملونا نشاط على الصفحة واللي عنده سؤال أو عنده استفسار وحابين نركز عليه بالشرحات ياريت تكتبو لي بالتعليقات هيك منكون انتهينا من حلقتنا المفصلة والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء